أن المرحلة التي تمر بها الجزائر مرحلة صعبة بلا أدنى شك وأن التعقيدات بلغت منتهاها وأن ما تحت الطاولة بلغ فيه الأمر للضرب تحت الحزاب وأن العصابة المسجونة والتي ما زالت خارج السجون تستعمل في كل ما تستطيع فعله من أجل إنقاذ ما يمكن إنقاذ ولن يتردد يوما في التدخل الخارجي وكلنا سمعنا بالخبر الذي تم نشره فيما يخص علي حداد الذي لجأ إلى جهة أمريكا ودفع أموال من أجل الضغط على الجزائر الإفراج عنه وسنشهد في المرحلة القادمة ما هو أسوأ بلا أدنى شك فالقضية تتعلق بمصالح نفوذ داخلي وخارجي قوى كبرى تتصارع أيضا على مصالحها في إطار الفوضى الحلكة وطبعا لا نقول هذا معناه أنها المعارضة المعارضة عبوما أو المعارضة الراديكالية هي من تتحمل مسؤولية فقط حتى النظام الحاكم يتحمل المسؤولية الكبرى ويتحمل المسؤولية الأساسية في إعادة استقرار الجزائر والعمل من أجل الاستجابة لمطالب الجزائريين وهذا الذي سوف نتحدث عنه بإذن الله ترجمة نانسي قنقر